توفي قبل قليل الممثل الكوميدي صاحب الدحكة الشهيرة خوان خوية برخة الشهير باسم آل ريستاس عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض وقالت تقارير صحفية نقلا عن أسرة الراحل إنه توفي مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السكر وكان الراحل قد طلب قبل فترة من محبيه جمع تبرعات له وحقق طلبه استجابة وساع على نطاق واسع حول العالم وعبر الكثير من الناس عن حزناهم الكبير على وفاة صاحب أشهر دحكة في عالم الإنترنت في مسكة رأسه بمدينة جبيليا الأسبانية وكان آل ريستاس قد حقق شهرة واسعة شملت جميع دول العالم بعد أن أطلقت إحدى المواقع عام 2007 لقاء مصورا معه يحكي فيه عن معاناته في العمل بمواقع البناء والمطاعم واشتهر أخوان برخة بدحكته الشهيرة التي تحولت لقالب كوميدي رائع حقق شهرة واسعة في جميع دول العالم ترجمة نانسي قنقر